تحقيق لبي بي سي يثبت بالأدلة قيام جنود من الجيش الأثيوبي بقتل مدنيين عزل في إقليم تيجري شمالي أثيوبيا أثناء العملية العسكرية التي شنتها القوات الحكومية على جبهة تحريض تيجري في نوفمبر 22 العام الماضي بعدما اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الجبهة بمهاجمة قاعدة عسكرية حكومية أوائل الشهر الماضي انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الإقليم بي بي سي حققت في صحة تلك الفيديوهات وأكدت أن هناك أدلة تثبت مقتلة 15 شخصا من أهالي إقليم تيجري لم تستطع بي بي سي تحديد وقت ارتكاب المجزرة ولكنها حددت مكان وقوعها شهود عيان قالوا لبي بي سي إن نحو 73 شخصا اعتقلوا على يد الجيش الأثيوبي ولم يتم العثور عليهم حتى الآن الفيديو يظهر رجالا بزي عسكري يطلقون النار على مدنيين ويلقون بهم من فوق منحدر العسكريون في المقطع يتحدثون اللغة الأمهرية وهي اللغة الرسمية في أثيوبيا بينما من قبض عليهم يتحدثون التغرينية لغة سكان الإقليم ننوه مشاهدين أن الفيديو يحتوي على مشاهد مزعجة للبعض استطاعت بي بي سي تحديدا مكان وقوع المجزرة هي قرية مايبري ديغو بوسط إقليم تيجري شمالي أثيوبيا بعد أن قامت هذا هو إقليم تيجري وهذه المنطقة التي يعتقد أن حدث فيها التحقيق في قتل أشخاص بعد أن طابقت بي بي سي الهضاب الموجودة في عدد من الفيديوهات لتؤكد أنها حدثت في مكان واحد مع دراسة التفاصيل الجغرافية للمكان بصور خرائط الساتيلايت ليتأكد صحفي بي بي سي من وقوع المجزرة في القرية هذه تحديدا أيضا ظهرت شارة للجيش الأثيوبي على زي واحد أو أحد العسكريين دعوني أظهر لكم هذا الفيديو التمثيلي الذي يظهر لكم ما الذي حققت فيه البي بي سي وما الذي ظهر في الفيديو هذا هو الفيديو هنا يظهر أحد الموجودين في المكان وعلى كتفه شارة العالم الأثيوبي في الدائرة الحمراء وهنا هذه الشارة التي لوحظت على كتفه الحكومة الأثيوبية نفت ما جاء في تحقيق بي بي سي وردت في بيان أن منشورات والدعاءات وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا يمكن اعتمادها كأدل هذا ما تقوله الحكومة الأثيوبية ردا على تحقيق بي بي سي منطقة توكري مفتوحة لإجراء تحقيقات مستقلة منظمة هيومان رايس ووتش طالبت بتحقيق مستقل هنا لاتيتشا بادر وهي مديرة القرن الإفريقي في المنظمة قالت لبي بي سي أن المنظمة توثقت عددا من الانتهاكات في الإقليم تضمنت إعدامات قامت بها القوات الحكومية يجب إجراء تحقيق مستقل لأن ما رأينا في الفيديو قد يرقى إلى جرائم الحرب منذ اندلاع القتال نزح مليوني شخص من إقليم تيجري هذه الإحصاءات وفقا لإدارة الإقليم المؤقتة ندد وزراء مجموعة الدول الصناعية السابع في بيان بقتل المدنيين في تيجري واتهم القوات الأثيوبية وحلفائها بارتكاب العديد من الجرائم خلال حربهم ضد قوات جبهة تيجري التي بدأت في نوفمبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد أعلن في أواخر شهر الماضي عن بدء تحقيق مستقل بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة